اشتركوا في القناة ان الشعب هيلمس ان احنا بنشتغل ليل نهار من اليوم الاول لكن عشان يحس بطفارات اقتصادية وطفارات اجتماعية وطفارات امنية وما شابه ان دوان هيحتاج من سنة ونص لسنتين ليه بقولي الكلام ده بقولي الكلام دوان لان لما احنا كنا بنحاسب مرسي على الميت يوم عشان مرسي لانه كان فاكر انه يبقى مجرد كلام بيقوله السلام ولانه ما كانش فاهم يعني ايه مشاكل الدولة ولانه كان كالعادة بيمارس للاخوان بيمرسوا من كدب قال لك انا خلال ميت يوم هعالج كذا وهقضي على كذا حتى كان بيتكلم في مشاكل كبيرة زي البطالة وزي وزي فاحنا ابتدنا نكلمه عن الميت يوم لانه هو قال انا اسألوني بعد ميت يوم خلاص يعني بقولي الكلام ده لان الاخوان عملين يرواجوا للميت يوم زي ما يكون الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل زي ما الراجل اللي اسمه مرسي دوان عمل وقال والرئيس ما عملش كده ده حاجة حابة بأكد وعلى الرغم من ده لو هنيجي نتكلم على الانجازات اللي الرئيس عملها في الميت يوم الاولانين من حكمه رقم واحد استعادت مفهوم الدولة بمعناها الكامل احنا خلال الاربع سين اللي فاتوا قبل ما الرئيس ييجي كان اصاب معظم مؤسسات الدولة شيء من السيولة وما كانش فيه مؤسسة متماسكة غير مؤسسة الجيش لما الرئيس جي الحمد لله مؤسسات الدولة كلها رجعت تاني دبت فيها انجاز التعبير يعني الحياة بقى فيه تكامل ما بين مؤسسات الدولة بقى فيه مفهوم الدولة المصريين حاسين انه رجع تاني ده انعكس داخليا وخارجيا داخليا ان مؤسسات الدولة دي هي المؤسسات الامنية زي الشرطة هي المؤسسات الخدمية زي التموين والاسكان والشباب وغيرها من الوزرات ولما اقول انها رجعت معناها انها رجعت تأدي دورها سواء في خدمة الشعب او في التخطيط بقى للشعب احنا كان الاربع سنين اللي فاتوا اللي بنسمعه عن الوزرات الاعتصامات الفقوية وخلاص دلوقتي من بعد مئة يوم الوزرات كلها غير انها بتعالج مشاكل الناس اليومية بقى بتتكلم عن مشروعات بعضها متوسط الاجل وبعضها طويل الاجل لما نلاقي وزارة الاسكان بتتكلم عن اكتر من مشروع لاسكان متوسط واسكان محدود الدخل لما نشوف وزارة الشباب بتتكلم عن تدريب ايه ومؤتمرات التوظيف لما نشوف وزارة الزراعة بتتكلم على ان احنا ابتدينا فيه استصلاح المليون فدان لما نشوف وزارة النقل والمواصلات بتتكلم عن موضوع شبكة الطرق الجديدة اظننا 3000 كيلو تقريبا وفعلا اتدى لشغل فيه لما الدولة وهي قناة السويس تكلمنا عن قناة السويس الجديدة المشروع القومي الاكبر دلوقتي ده معنى ان الدولة رجعت ورجعت تأدي الدور الطبيعي انها تحل المشاكل انها تخدم المصريين انها تخطط لمستقبل افضل للمصريين ده على المستقبل الدخلي على المستقبل الخارجي بقى لما الدولة رجعت كل الايادي الخارجية اللي كانت بتعبس بمصر اتقصت يعني ايه؟ يعني كانت قطر بتتدخل كانت تركيا بتتدخل في مصر كانت أمريكا بتتدخل في مصر كان حماس بتتدخل في مصر مجرد أن الدولة رجعت وبقى في تكامل ما بين الدولة ومؤسساتها والشعب الرئيس قدر أن يمنع كل أسكال التدخل واستردت مصر دورها الطبيعي كدولة كبيرة في المنطقة شفنا الدور المصري في أزمة حرب غزة على الرغم من مؤامرات قطر وتركيا وأمريكا النوم يبعدوا مصر لكن الدور المصري اتفرض واللي عمل المصالحة النهائية مصر واللي هيستقبل مؤتمر المنحين بتوع تعمير غزة مصر في شهر أكتوبر في القاهرة الرئيس ابتدى يعمل استراتيجية جديدة في العلاقات الخارجية المصرية أن بدل ما احنا كنا في ظل علاقة أحدية مع أمريكا الرئيس انفتح على روسيا ودي حاجة استراتيجية قوية جدا وعلى الصين وبقى بيعمل تحالفات عربية جديدة مع المملكة العربية السعودية وغيرها دي كلها تحركات كان عمرنا ما هنرجع لها إلا لو كانت الدولة بقت موجود الرئيس قدر ينقل الشعب زي ما كنت بقول من شوية من دايرة الخوف واليأس اللي كانت موجودة في الاربع سين اللي فياتوا وقته حكم الإخوان لدائرة الأمل والأمن الأمل والأمن ده هو اللي خل المصريين في أيام معدودة طلعوا من جيبهم وأنا بتكلم هنا على الفقرة وبتكلم على الناس المتوسطين مش الأغنية طلعوا من جيبهم 64 مليار جنيه قلوا له إحنا مصدقينك إحنا هندعم مسروع قناة السويس ده معناه إنه قدر يجمع عموم الشعب المصري حواليه ده معناه إنه رجع الثقة تاني للشعب إن الحمد لله الدولة بخير وإن الدولة بتتحرك مشروعات قومية كتير جدا مفتوحة أنا كنت لسه بقول لحضرتك عليها الاقتصاد المصري البنك الدولي هو اللي قال إنهم أعادوا تقييم مصر وهيعيدوا تصنيفة مصر الاقتمانية والاقتصادية الحكومة بنفسها طلبت من البنك الدولي والمنظمات الدولية الاقتصادية إنها قالت لها تعالوا قيموا لو ما كانتش الحكومة عارفة إن الحمد لله إن إحنا عندنا مؤسرات اقتصادية إيجابية عمرها ما كانت هتطلب الطلب ده وطبعاً الـ 64 مليار دول عملوا نقلة اقتصادية نوعية سواء في قيمة الجنيه أو حتى في ثقة المستثمرين الخارجيين في الاقتصاد المصري ولسه على المستوى الأمني الحمد لله لو قارننا بعد 30 يونيو ووضعنا دلوقتي الحمد لله إحنا الحمد لله وضعنا كويس جداً ولسه ويمكن العمليات الانتقامية اللي بيعملها المجرمين دول واللي آخرها حصل مبارح لجنودنا من الشرطة يعني ربنا يرحمهم إن شاء الله ده رد فعل على السبعة اللي تم قتلهم من عناصر بيت المقدس ودلوقتي التوجه العام هي تصفية أي إرهابي طالماً إنه لا يملك معلومات تستفيد منها الأجهزة المعلوماتية في مصر عشان تجيب غيره هيتصفى في مكانه وعشان كده هم بدلوقتي بيحاولوا يعملوا أي حاجة لكن إن شاء الله برضو هم إلى زوال فدي كلها إنجازات وبقول لحضرتك وعلى الرغم من كده برضو الرئيس ما قالش سقف الميت يوم